اهلا وسهلا بيكو ابنان وبناتنا طلاب الصف التاني والنهار ده حلقتنا حلقة مهمة جدا لان هي مراجعة تعتبر تقريبا قبل الليلة الامتحان امتحاننا يوم الاربع فهيكون الاسئلة كلها اختار ستة اسئلة اختار اسئلة اختار كلنا بنستسهلها بنقول ده سهلة جدا لكن خدوا بالكم من حاجة شرط هتعملها يا اه يا لأ يا صح يا غلط ما فيهاش حل فعشان كده بنقول ايه على اقل اقل من مهلك هم ستة اسئلة والامتحان كله لو احنا قسمناها على الخمس مواد يبقى زمن العلوم فيه خمسة وعشرين دقيقة على ستة اسئلة يعني كل سؤال خمس دقيقة على اقل اقل من مهلك عشان الخط اللي انت هتحطه يا خط درجة يا راحت منك الدرجة يبقى نعمل ايه على اقل اقل من مهلك اقرى السؤال من اول كلمة لاخر كلمة وميزا مسلا سؤال دلوقتي يقول لك ايه تقع الغازات الخاملة في المجموعة نقط كلنا حافظينها في المجموعة الصفرين خلاص مش ابو ستا ممكن يقول لك تقع الغازات الخاملة في يسار الجدول في يمين الجدول ضمن عناصر الفئة بيه يبقى انا اختار ايه لأ مستعجلش في الاجابة يبقى نصيحتي ليكم مش في العلوم بس في كل المواد اقرى السؤال من اول والاخر وعلى اقل اقل من مهلك واعمل اول اختيارك بالرصاص كده عشان ما تيجي تراجع لو صح دوس عليه بالجابة ولو غلط ام صح واعمل صح طب ممكن اعمل اللي جابتين لأ ما ينفعش اللي جابتين هتشدو فعش كده تقول ايه على قل من مهلنا واخدوا بالكم ستة اسئلة والدرجة من اربعين يعني تقريبا السؤال بستة درجات خدت كده ضيعت ستة يا خدت ستة طب نبص معايا كده على الاسئلة عشان نلحق نرجع اول سؤال بيقول اختار تضم المجموعة السفرية يبقى كده المجموعة السفرية موجودة في مجموعة السفرية في المجموعة التمنتاشر او المجموعة السفرية اللي هي في يمين الجدوه ضمن عانصر الفئة بي يصار الجدوه الاس اليمين بي طيب تضم المجموعة السفرية يمينmail في الزات لا الف الزات ديت موجودة في العانصر اس واخيرها واحد وija ثلاثة المجموعة السفرية يبقى اخرها تمانية او مقدارها مكتمل الا مسان اذات اسفل الغازات الخاملة ايوة يجب العجاب بتاع تقول لو تضم المجموعة السفرية يمين اقول لغازات الايه الخاملة السؤال البعض تتكون الشهب في الشهب موجودة فين؟ طبعا كلنا حافظينها. فطبقة الاوانية تروبو سفير مفيش فيها شهد. طب التانية الاستلاطة السفير ده فيها طبقة الاوزون وبتحمل الارض من اشعة الفقود بنفس الجاية. الميزو سفير هي الطبقة التالت اللي هي بتمنع دخول الاكسام الفضائية لكوكب الايه? الارض. يبقى نقوله الاجابة فين? اقوله الميزو سفير. طب الايون سفير. اهميتها ايه بالمرة كده? مدام جبنا سريتها. قلنا بتحتاجه على ايونات مشهونة. ودي تلاقي اهمية كبيرة في الاتصالات السلكية ولا سلكية. طب الاكسوسفير ده الطبقة الخارجية. خارج القرى الارضية. وتبقى موجود فيها الاقمار الصنعية. السؤال اللي بعدين? تعرف ظاهرة الشفق الكدبي باسم النجم الكدبي? ولا القرارو? ولا حزمي فان ايلن? طبعا قلنا لايه? القرارو. طب. طب ده تعريف يا مستر? اما تعريف? يقول لك اعرف ظاهرة الشفق الكدبي. تقول لها ستائر ضوئية موهرة. نورها عنده الكدبين الشمال والجنوب. وهنا اللي اختار. تعرف ظاهرة الشفق الكدبي باسم ايه? ده موجودة بين كوسينيا. ترى عليها احفظ الاسم. ايوة احفظ الاسم. لها ظاهرة اسمها ظاهرة القرارو. تقدر درجة الاوزون بوحدة ايه? الكيلومتر ولا دبسون ولا النانومتر. درجة الاوزون غير سمك الاوزون. درجة الاوزون يبقى الوحدة بتاعت اسمها الدبسون. لو قل لي سمك طبقة الاوزون هقول له بالكيلومتر. تاني الحتية دي يا شاب ملغط فيها كتير. يقدر سمك طبقة الاوزون. السمك بتاعتنا. قد ايه? تقول لي عشرين كيلومتر. ده سمكة. يبقى هنا كلمة لو شلنا كلمة درجة وحطينا كلمة سمك. يبقى انا بكده بتكلم على ايه? الكيلومتر. الدرجة زي ما هي? اللي هي الدبس. اللي هي مقصودة عن التآكل. النانومتر راح تتياصل اطوال الموجينة. كل مما يأتي من مسببات تآكل طبقة الاوزون معادة. يعني كل دولة ادوا الى نقص في سمك طبقة الاوزون. معادة مين? الفريونات. الفريونات اللي هي فلورو كلورو كربون. لا ديت موجودة معا. الايروسولات. لا دي من ضمن الفريونات. بيخش في تركيبها. اكاسيد النيتروجين وساني اكسيد الكربون. واكاسيد النيتروجين بتسبب التآكل. اما الايه? ساني اكسيد الكربون. صح كده. ساني اكسيد الكربون. من امثلة الحفريات الدقيقة. الماموس. الماموس دوت موجود. حفريات كائن كامل. والسرخاصيات ديت نباتات. كائنات دقيقة يعني بيشوفها بعناي. الفورا منفرة. اه. طب الاركيو باتريكس. ده حلقة وصل بين الزوحف والطيور. يبقى الاختيار بتاع مين? الفورا منفرة. وانا قارت كده. وقفت عند الفورا منفرة. اه. ما دي الاجابة صح. بس شوف اللي بعدها برضه. ماشي? ما نستعجلش. يستدل من النقط على حدوث الانكراد. اعرف. قلنا اهمية الحفريات ايه? ان انا اعرف الكائنات الكائنات موجودة وانا مشوفتهاش. زي الماموس. احنا مشوفناش ماموس. ولا شوفنا دي نصور. امال عارفنا ازاي? عن طريق الحفريات اللي احنا لاينا. يبقى. يستدل على حدوث الانكراد من مين? نقول له من الحفريات. امال ايه المحميات? ديت اماكن بنربي فيها الحيوانات المهددة بالانكراد. السؤال اللي بعدين? عناصر المجموعة سري بي. تتبع الفئة. سري بي. احنا قلنا الجدول ما جينا شرحناه. بص معايا كده عشان نفتك بصير على شكل الجدول. انا كده متخيل الجدول القصادي. يصار الجدول للفئة اس وديت وان ايه وتو ايه. يمين الجدول للفئة بي. وديت تلاتة ايه اربعة ايه خمسة ايه ستة ايه سبعة ايه المجموعة السفرية. ما قلتش في دولم خالص لا في الاس ولا البي حرف البي. اما هو بقول لي تلاتة بي. ايوة ديت تبدأ من الدورة الرابعة اللي هي موجودة في وسط الجدول اللي هي اسمها عناصر الفئة دي. عناصر الفئة دي برمزلها بحرف بي. اللي هو بي بطغتين كده مش البي بتاعت الفئة بي. اقول لك وان بي تو بي سري بي فور بي. طب بتبدأ من ايه؟ من الدورة الرابعة. كم مجموعة? عشرة. موجودة فين? في الجدول. اسمها عناصر الفئة ايه? دي. يبقى اي حاجة جنبها بي? جنبها ايه? بي? يبقى معنا كده نقوله دولة فين? فواسط الجدول. لاحبا نسميهم العناصر الايه الانتقالية. يبقى التلاتة بي ديت. ضمن فئة مين? الاف لا يا مستر. اف قلنا اسفل الجدول لما الانسيدات والاكتنيدات. سيبنا دي دلوقتي. البي موجودة في مين الجدول? وما فيهاش حاجة حرف الايه خالص? والس يا صاري الجدول برد ما فيهاش حرف غير ايه بس. مفيش فيها الايه? البي. يبقى مين? نقوله الفئة دي. السؤال الورا بيشرح اللي فوه على طول. تعرف عناصر الفئة دي باسم مين? عناصر الخاملة? لا. عناصر انت قلية ايوة? الانسيدات والاكتنيدات لهم مع عناصر الفئة ف لف اسفل الجدول. عاد عناصر الدورة الرابعة. اللي هم في النص الجدول. الدورة الاولى اكتنين. الدورة التانية تمانية. الثالثة تمانية الربعة اكبر من عندصر الدورة الثالثة لان هما. 18 مجموعة تاني الدورة الاولى بص معي كدة الهيدروجين والهيليم اتنين بس طب الدورة التنية فيها كام اتنين في اليسار وستة في الليمين الوقت تبدأ بالليسيوم وبتنتهي عنده بالنيون اتنين هنا وانتهي هنا كدة كم تمانية تحت الليسيوم في سوديوم وبعدكده الارغن برضاه عندهم اتنين وستة يبقوا كام يبقوا 8 يبقى اتنين تمانية تمانية. الدورة الرابعة في اي اوليفة ستة في الفقه بي لكن لقين في النص عشر مجموعات جديدة اللي هم تبقى البتطور الذي هام bondingice. يبقى وعشرية وستة يبقى عددهم كام? تمانتاشر? الطمنتاشر دول النية تارة اقل من الدورة الثالثة? لا. الدورة الثالثة تمانية دول ١١. يبقى الا اكبر ولا ااقد نقول له اكبر منه. يبقى السؤال بتاعنا عاد عناصر الدورة الرابعة اكبر من عدد عناصر الدورة الايه التالت عدد عناصر الجدول الدورة المندليف طبعا كلنا حافظينها سبعة وستين عنصر لكن الجدول الحديث مية وثمانتاشر عنصر والاتنين وتسعين دولة معادة العناصر الموجودين في الايه في الطبيعة تضم المجموعة السفرية لسه اني السؤال دوت اللي هي الغازات الخاملة وجدت حفرية كائن حفرية كاملة لمين قالك لحشرة لكن لو قال للكائن كنت لسه هفكر ساعتها يترى المموس ولا الحشرات لأ هو سهل هالي قال لي وجدت حفرية كاملة لحشرات محفوظة في مادة مين وقله كهرامان طب لو قال لي وجدت حفرية كائن كامل هدور على مين هدور على المموس ودور موجود في الجليد من مسببات ظاهرتي صيف بالأوزون والإحترار العالمي يعني في دولهم في حاجة بتسبب الي跟你مين مع بعض يعني موجودة هنا وموجودة هنا سبب التأكل طبقة الأوزون وسبب الزهارة لإحترار العالمي بخار المية لأ ده في الاحترار العالمي بس بسبب ارتفاعات الحرارة هو أساني أكسيد الكربون يبقى فيش إجابة عندي غير مين مركبات الكولورو فلورو كربون يبقى مشتركة مع الليك نين مين مركبات الكولورو فلورو كربون اللي هي معروفة باسم الفيريونات يحتوي الجدول الدوري الحديث على كم دورة أفكية طبعا سبعة طب وكام مجموعة 18 ترتب العناصة الانتقالية في كام مجموعة نقول له 10 مجموعة تقع الغازات النبيلة اللي هي الخاملة السؤال بتغير بس بنفس الاسم نقول له في المجموعة كام سبعة ايه لا دي الهالوجينات التمانية جتب في نص الجدول دي مفقود موجودة جنبها خالص اكنين بيه برضو في نص الجدول أمال مين نقول له المجموعة او اللي هي السفرية طب هو كاتب تمانية ليه مستر ما كنت لغبت ما سمناكش حاجة اسمها مجموعة تمانية لو كتب تمنتاشر يبقى ساعتها اختر اقول تاني الحتة دي سبعة ايه دي الهالوجينات تمانية دي موجودة في نص الجدول اللي يضمن عناصر الفئة دي وعبارة عن ثلاثة اعمدة تمانية عبارة عن ثلاثة اعمدة اكنين بيه برضو في نص الجدول الاو او السفرية دي موجود فيها الغازيات النبيلة او الخملة ما نستعجلش اقول تاني هوت ما نستعجلش طبعا كتير ممكن ان يكون جاء حط خط تحت تمانية على طول ما الغازيات النبيلة مدارة الاخير مكتمل بتمن الكتوريات معادة الهيليون بس في كنين تتفاعل عناصر القتية مع الاحمد المخفافة معادة الخرصين في لز بيتفاعل الحديد في لز بيتفاعل الكربون لا في لز يبقى مين اللي مش هتفاعل نقوله الكربون لانه من اللا في لز لا يحل عنصر نقط محل هيدروجين الحمد النحاس اه صح مش هحل طبعا الخرصين يحل والحديد هيحل السؤال الآسة فوق قلنا الخرصين هتفاعل ويديني كلوريد خرصين ويطلع جهاز الهيدروجين والحديد هتفاعل يديني كوريد الحديد ويطلع غاز الهيدروجين لكن حاس اقل نشاطا من الهيدروجين فمش هيحل المحل يبقى عنصر لا يحل هو فلز ومش هيحل ايوة لانه اقل نشاط اللي فوقه كان الكربون ليه ما احلش محل الهيدروجين لانه لا فلز اخد بالي من السؤالين دولا عشان الموجودين كده في وسط الكتاب السؤال اللي بعدين كل مما يأتي من الاكاسيد الحامدية معادة اكاسيد الحامدية يعني اكسيد لا فلز اكاسيد القاعدية اكسيد فلز ام جي او ده اكسيد بس الماغنيسيوم فلز يبقى ده ما ينفع عشان ده اكسيد قاعدية اس اوسري ده اكسيد الكابريت لا فلز يبقى ده اكسيد لا فلز يعني اكسيد حمدي اه ان او تو اكسيد والنيتروجين لا فلز يبقى ده اكسيد لا فلز يعني اكسيد حمدي سي او تو الكربون لا فلز والاكسوجين يبقى ده اكسيد لا فلز يعني اكسيد حمدي يبقى كلهم اكاسيد حمودية معادة مين اقول له اكسيد الماغنيسيوم اكسيد فلز اكسيد ايه قاعدية يعني السؤال دوت لو قال لك اي من ما يالي من يعتبر من الاكاسيد القاعدية هقول له م جي او يعني السؤال ممكن يجي باي صيغة تبدأ اي دورة في الجدول للدور الحديث بعنصر ايه فلز شبه فلز لا فلز غاز خام طبعا لما جلنا شرحنا الجدول قلت الدورة بتبدأ بفلز وبتنتهي بغاز ايه خام دي بقى الاجابة بتاعتي فلز عند زيادة العهد الزري في الدورة الوحدة في الدورة الوحدة ايه اللي هيحصل هيقل الحجم الزري صح يزيد الحجم الزري لا هيزيد في المجموعة تقل الصفة اللافل الزية برضو لا بتزيد الصفة اللافل الزية يبقى الاجابة بتاعتي مين هقول له يقل الحجم الزري طب لو قال لي كشلنا كلمة الدورة وقال عند زيادة العهد الزري في المجموعة هقول له يزيد الحجم الزري تاني الحتة دي كمان مرة اخذوا بالكم معايا كده وركزوا بالحتة لشان ده سؤال سهل او بممكن نغلط فيه الدورة عناصر مرتبة وقفوكية كل ما بامشي من اليسار لليمين الحجم الزري بيقل وكان عليها سؤال علل ليه الحجم الزري بيقل نقوله بسبب زيادة قوة جاز بالنواة الالكترونات المستوى الاخير فالحجم الزري بتاعتي بيقل ده في الدورة طب في المجموعة العدد الزري بيزيد مثلا المجموعة الاولى زي اللي هي الاكل لا ليسيام ثلاثة سوديوم حداشر متاسيوم تسعتاشر روبيديوم سيزيام فرنسا كل ما بنزل اللي بيحصل بلقى فيه مستوى طاقة بيزيد يعني معنى كده ان الحجم الزري بيزيد يبقى في المجموعة الواحدة الحجم الزري بيزيد من اعلى الاسفل ليه؟ نقوله بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة المشغولة باكتوران واحدة يا مستر كده اقول راحنا عايزين نركز دي المراجعة اقولك تاني في المجموعة الحجم الزري بيحصل له بيزيد طب ليه بيزيد لان كل ما بنزل لأسفل بيزيد رقم الدورة اللي هيسيام في الدورة التانية السوديوم في الدورة التالتة يعني كده زودت ايه؟ زودت مدار اللي هيسيام كان كنين السوديوم بقوم تلاتة طب البوتاسيوم بقوم اربعة يبقى الحجم بيزيد ليه؟ نقوله بسبب زيادة من عدد مستويات الطاقة المشغولة باكتوران لكن في الدورة الواحدة الحجم الزر بيحصل له ايه؟ طيب ليه بيقل؟ طيب ليه بيقل؟ لانه كل ما قوة الجزب بيتزيد بتاعة النواة كل ما الالكترنات تقرب اكتر فالحجم بيحصل له ايه؟ يقل. السؤال اللي بعديه. طقع اقوى لا في الزات. فين؟ في الدورة الرابعة. المجموعة السبعتاشر. المجموعة السفري. لا في المجموعة السبعتاشر اللي هي اسمها مين؟ الهالوجينات. الالمونيوم عنصر سلاسي التكافئ. طيب العاية الزر ليه 13. كم عادة الالكترنات الموجودة في المدار الاخير لأيون هذا العنصر؟ بص معي على الاداتة كده ونركز معي شوية عشان خاطر نحل السؤال ده بالراحة. العاية الزر ليه كام? 13. هم جاي يكاتب موجة 13. اوزع التلاتاشر. توزيع التلاتاشر. اول مدار اتنين. التاني تمانية. التالت تلاتة. ك ال ام. اخره تلاتة يبقى انواعه استنتجتي ان هو فلز. والعيون بتاعه موجة تلاتة. والتكافئ بتاعه سلاسي. طيب. لما اخره تلاتة. ده هيفقد ولا يكتسب. هنقول بيفقد. هيفقد الكام الكترون تلاتة. هيبقى التوزيع بتاعي زائد تلاتتاشر. اهي. اول مدار الاتنين. التاني التمانية. بقفل الكوس. وموجة بتلاتة. ودي الكه والان. طبعا دي تلاتتاشر عشان مش بعينة بس. السؤال بتاعي بص على الشاشة كده. الالمونيوم عنصر سلاسي التكافئة اهو. اخره تلاتة. العاز الزر ليه تلاتتاشر. اهو. كم عدد الاكتونات الموجودة فين? في المدار الاخير للايون. المدار الاخير اللي هو ايون ويبقى اخره كام? نقول له اخره تمانية. لكن لو قل الزرة بتاعته هقول له اخره تلاتة. تاني دي اسمها ايه? دي زرة الالمونيوم. اهمال ده اسمه ايه? ايون الالموني. هو عاز عدد اكتونات اللي في الايون. يبقى اخره كام? نقول له اخره تمانية. مختار التلاتة? لا. لو قل الزرة بس. ماشي? يبقى الاجابة بتاعته كام? تمانية. تتفاعل في الزات مع الاحماض المخففة ويتصاعد غاز مين? الاكسوجين? لا. ده الحمد اقول له اتش. الهايدروجين? اه. الناتروجين? لا. يبقى الغاز اللي عندي اللي بتصعد مين? اقول له غاز الايه? الهايدروجين. عنصر فلز. زي السؤال الاولين. اوحادي التكافر. يقع في الدورة الثالث. يبقى العادة الزر كام? اه. بص معايا تاني. اهو. عنصر فلز واحادي التكافر. يعني اخر مدار في واحد. جبتها منين ما? قال لي فلز واحادي. طب لو فلز وثنائي يبقى اخره كنين. فلز وثلاثي يبقى اخره تلاتة. يقع في الدورة الثالث يبقى عندي كم مدار? واحد اتنين تلاتة. ادي الكه ال 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 M. الكه في كنين ال ال في تمانية ال الام في واحد. щоб العادة الزر. هقول له اتنين زائد تمانية زائد واحد بتسوي كام? حداشر. يبقى العادة الزر بتاع كام? حداشر كم ام مره? عنصر فلز. اول ما لقى كلمة فلز. استنتق حاجة. يآخر واحد الكترون، يآخر اكتنين الكترون يأخره تلاتة الكترون. اخره ايه? يعني في اخر مدار. هو قال لي احادي يبقى اخره واحد. طب لو قال لي سناء يبقى اخره كنين. لو قال لي سلاسي هقول لي يبقى اخره تلاتة. هو قال لي في السؤال واحد يبقى اخره كم الكترون? واحد. في كم مدار? قال لك في الدورة التالت. يبقى عندي كم واحد اتنين تلاتة. الاولان في كنين. التاني في تمانية. التالت في واحد يبقى اتنين وتمانية عشرة واحد كام? حداشر. يبقى السؤال بتاعي اجابته كام? هقول له حداشر الكترون. يبقى العادة الزري كام? حداشر. السؤال اللي بعديه معايا الشاشة. عند زيادة العادة الزري في الدورة الوحدة لسا قيلينه هيقل للحجم الزري. وتقل للصفة الفلزية. وتزيد الصفة اللا في الزية. وجميع ما سابق. ايوة السؤال بقى جمع لكل الصفات اللي بتحصل في الدورة الوحدة. في الدورة الوحدة قلنا الحجم الزري بيحصل له ايه? بتقول لي بيقل. والصفة الفلزية. كل ما بتحرك الصفة الفلزية برضو بتقل. والصفة اللافلزية بتزيد. بقى الاختيار بتاعي. هقول له جميع ايه? جميع ما سبق. طقع اقوى اللافل الزات. قلنا في الدورة الرابعة. اللي سأليني السؤال دوت في المجموعة السبعة عشر. يقع كل عنصر مناصر الاكلاء فين? طبعا الاجابة تلات في بداية الايه? في بداية الدورة. يتميز عنصر البروم في درية الحرارة عادية بانها عنصر ايه? صلب ولا سائل ولا غاز? طب بص معايا كده بسرعة نبص على المجموعة اللي موجود فيها البروم. البروم دوت موجود ضمن ايه? البروم ضمن عناصر الهالوجينات اللي هي مين? الفلور كلور بروم يود استاتين. فلور. اه ده غاز. والكلور برضو غاز. طبو البروم سائل واليود صلب. يبقى البروم هنا الحالة بتاعته ايه? الحالة بتاعته سائلة. كان هنا قلنا الهالوجينات بتتميز ان هي موجودة في ضرقة الحرارة العادية التلات حالات. السائل والصلب والغاز. الغاز مين ومين? الفلور والكلور. السائل البروم. اليود هو الصلب. ودولهم كلهم اسمهم هالوجينات. لانية تتحد مع الفلزات وتكون وتكون املاح. يبقى هنا يتمهز عنصر بروم في ضرقة الحرارة العادية بأنه عنصر مين? نقول له سائل. طب لو قال للصلب يبقى مش البروم هو قلو اليود. طب لو غاز هو قلو الفلور او الايه? الكلور. بنحاول نفكركم بكل حاجة. عند التفاعل البوتاسيوم مع الفلور. بينتج مركب سرطو. كي اف تو ولا كي تو اف ولا كي اف. الاول نركز معي. البوتاسيوم احادي. والفلور احادي. يبقى دي تنزي بعض. يبقى ما فيش اي ارقام في الاختيار بتاعي. يبقى اختار مين? اختار كي اف. طب تاني بصوا معي كده. عشان دي تعتبر محتاجة شوية تركيز شوية. انا عندي اسمه ايه? اسمه فلوريد. البوتاسيوم. البوتاسيوم كي. والتكافؤ احادي. الفلور اف. والتكافؤ احادي. التكافؤات زي بعض. يبقى رمز بتاعنا ايه? هقول له كي اف. في هنا ارقام? لا. لان راحت مع بعض. زي بالزبط كنا بنقول كولوريد السوديو. ان ايه? والسي ال. احادي احادي روحوا مع بعض. يبقى رمز بتاعنا ان ايه سي ال. يعني وانت بتحل فكر. ما عندكش الكلام ده ده كان في سنة اولى سنة اللي فات. ايوة كان في سنة اولى. بس احنا عندنا الصغال الكيم ايه? انا بكتب معادلات. يبقى عند تفاعل البوتاسيوم مع الفلور بينتج مركب ايه? نقول له كي اف. السيليكون ايه? ومن العناصر ايه بقى? الفلزية? ولا لا الفلزية? ولا اشباه الفلزات? ولا خامل? طبعا من اشباه الفلزات? والسيليكون بيستخدم في صناعة الدواري اكترونية او بيستخدم في صناعة اجهزة الكمبيوتر. السؤال اللي بعدين? جميع العناصر التالية من اشباه الفلزات معادة. طيب الاجابة البورو. طب هنا يا ميستر بصوا كده معايا. يا طارى انا مطالب ان انا احفظ العناصر في الجدول الدوري. لا انت عندك مجموعة الاقلاء بتحفظها. ومجموعة الهلجينات بتحفظها. والغازات الخاملة. اكتر من كده ما بتحفظها. وطبعا اشباه الفلزات اللي هما الستة اللي عندي. دولة اللي احنا اخدناه. يعني لو بصيت في المجموعة الاولى تبدأ بالليسيام سوديوم. بعد كده البوتاسيوم. وبعد كده ايه? ها? ليسيام سوديوم بوتاسيوم. روبيديوم سيزيام فرنسو. دولة اول ستة. بيتحفظوا. اه بيتحفظوا. المجموعة السبعة اللي هي السبعة عشر اللي اهلجينات. فلور كلور بروم يود استاتين. طب والاجبال في الازات. يبدأ عندك من اول بورون اللي هو العزاري بتاعه خمسة. وبعد كده السيليكون. ما هشافينه. وبعد كده البورون هو السيليكون. مورة بعد. بورون سيليكون. وبعد كده جرماني. وبعد كده زارنيق. وبعد كده انتيمون وبعد كده التليريوم. وبحفظهم. اه بحفظهم. لان السؤال زي كده. لو انا مش حافز اشبه الفلزات هختاره ازاي? هبقى بالحظ يعني? لابقى لازم نكون حافزه. يبقى انا كده في كم عندي? تلاتة. تليريوم سيليكون بورون. الكلمة المختلفة من البروم. لانه من ايه? البروم دوت من ضمن المجموعة السابعة. يبدو الجارة هتقول له الايه? البروم. ومره تانية لازم نكون حافز العناصر ده. اقوى الفلزات. كان السؤال يابد كده اقوى ال لا في الزات? كان اقوى الفلزات سابعة ايه? يبقى اقوى الفلزات في المجموعة وان ايه? يعتبر من الهلوجينات السوديون ولا الكلور ولا الهليةو والمغنسب. لو انا مش حافز عناصر المجموعة السابعة الهل 하는believable مش مش هعرف اختار. زي بالضبط عشبال في الزات. يبقى اقول له مين? اقول له الكلور. طب السوديوم? السوديوم دوت من الاكلاء. المجموعة اوان ايه? والهليام من الغازات الخاملة. والماغنيسيوم من المجموعة التانية ايه? يتصعد غاز نقط عن تفاعل السوديوم مع المية. طيب بصوا معايا كده. المعادلة ديت اول معادلة هتقابلنا. وخدوا بالكم ان ممكن تجي في المعادلات اختيار. هو يجيب لك المعادلة اكنها اكمل وقول لك الاختيارات بتاعت. زي السؤال ده كده. السوديوم مع المية. لما جينا قلنا في السوديوم بيحصل تلات حاجات. حط السوديوم مع المية بيحصل ايه? واحد بيشتعل السوديوم. او ما بيشتعل السوديوم بيتكون هادروكسيد السوديوم. وتصعد غاز مين? ايوة الهايدروجين. يبقى الاجهة بتاعتي من غير ما يبص على الاجابة. غازل ايه? غازل الهايدروجين. تاني. حط السوديوم في المية. السوديوم بيشتعل. بيتكون مين? هيدروكسيد السوديوم. ويطلع غاز اللي هو غاز الهيدروجين. المعادلة بتاعتي. السوديوم تو ان ا زائد المية تو اتش تو او س ام ا او اتش زائد اتش تو. وبكتب هنا كنين. ودوت الغاز اللي بياته صعب. اللي هو قولنا غاز الهيدرو جين. هو ان الغاز ده بيشتعل بفرقعة. وده ات معادلة من المعادلات المهمة. ان ايه اللي هو السوديوم. اتش تو او معروف اللي هي المية. بدينا هيدروكسيد السوديوم اللي هو تو ان اي او اتش. زائد غاز ال ايه الهايدروجين. يبقى الاجابة بتاعتي هقول له غاز مين? هقول له غاز الهايدروجين. السؤال اللي بعدين. كل مما يأتي من الغازات الدفيقة مع عدم. غاز المسان من الغازات ده فئة. الاكسوزين نيتروز الاكسوجين سي او تو سامي اكسوزين الكاربون. لا يبقى الغاز مين? الغاز الاكسوجين. طبعا مفروض لسه بخارر ايه? المية. كل مما يأتي من الحيوانات المهددة بالانكراد. معادة. مهددة يعني ايه مهددة يعني موجودة بس بكمية قليلة. معادة مين? البندة لقده مهدد بالانكراد. النصر الاصلع مهدد بالانكراد. الكواجة ده اللي انكراد والخارتيت مهدد بالانكراد. دي بالاجابة بتاعتي مين? هو ده الكواجة. تاني البندة والنصر الاصلع والخارتيت ده حيوانات مهددة بالانكراد. لكن الكواجة قلنا ده حيوان ماله دوت منكرد. مش موجود. كل مما يأتي من الكوارس الطبعية التي تهدد حياة الكائنات الحية معادة. الفيضانات. البراكين. موجات الجفاف. الاحتباس الحراري. كلهم كوارس طبعية. معادة حاجة واحدة احنا اللي عملناها. ايه? الفيضانات مش احنا اللي بنعملها. كلمة كرسة طبعية يعني هي بتيجي كده الوحدة من عند ربنا. القلق المياة بتاعة النهر عالية او البحر. وحصل فيضان غرق الاماكن المجونة. بديت ظاهرة طبعية. انفجار البركان مش احنا اللي بنعمله. برضو بيطلع لوحده. موجات الجفاف دي بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. يبقى الاجابة بتاعة تقول له مين الاحتباس الايه? الحراري. كل دول كورسة طبعية. بتحصل لوحدها. طبعية يعني مش احنا اللي بنعملها. تكون نقط ايونات مجابة الشحنة عند اشتراكها في التفاعلات الكيميائية. الغازات النبيلة لا بتفقد ولا بتكتسب عشان مدارها الاخير مكتمل. يبقى بالتالي ما هاش لها ايونات. اللافل الزات. بيبقى الايون بتاعها سالب. عشان بتكتسب. لان اخيرها خمسة او ستة او سبعة. لكنه بيقول ايونات مجابة. يبقى برضو لا. الهالوجينات اخيرها سبعة. يعني هتكتسب. يعني ايونتها سالبة. يبقى مش هي. مين الاكل لا. يبقى الايجابة بتاعتي الاكل لا. شوف انك بحلت السؤال ازاي. اخدتها كلمة كلمة. واستبعت. تكافؤ اليود سلاسي ولا سنائي ولا احادي ولا سفر. هو اليود بيقع في انا مجموعة. في المجموعة السبعتاشر. اللي هي السبعة. يعني اخره سبعة. يعني هيكتسب واحد. يبقى تكافؤ بتاعنا مين. نقول له احادي. صيغة الجزئ الهيليم. يتكون من زرة واحدة. لانه غاز خامل الهيليم. نيون ارجون. كلهم رمز واحد. اتش اي ا ار ان اي. كلهم زرة واحدة. يوجد بين الجزئات الماء روابط مين. هي ديروجينية. لكن في الجزئ بتاع الماء. اقول له ربطة تساومية احدية. طبعا وقتنا خلص للأسف. وحلقتنا خلصت. نتمنى ان احنا نكون في دناكم. وربنا يوفقكم ان شاء الله. وبالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.